الغابة البرتقالية الحمد لله نازل في كتاب الغابة البرتقالية دي كانت صفحة على الانترنت مهندس ابو سفيان محمد الحوتي انا شرفت قابلت اكتر بمرة وبتابعه كان عنده فكرة ان هي ما تبزلش جود كبير جدا جدا تاخد اجازة مثلا مش شغل مدة السنة بتاع لا اعمل خطوات صغيرة كله يقوم خطوات صغيرة دي على مر مع المر وقت هتبقى كافزة رهيبة فالكتاب هو ما كانش تفرخ تام لا ده كان كل يوم بينزل زي ما انت شايف كده بينزل مثلا مر او اتنين نفس الفكرة بتيبقى حاجة ملخصة لما التاريخ هتلاقي اه ده في اليوم ده حصل كزا زايد انها كلام عام يعني مش بكاتب اسم شخص فبتبقى جميلة جدا في اجتماعات الحمار هو فقط الذي اتكلم ان الحمار يعرف كل شي فدي تقدر توقعها على اي دولة من الدول على الشركة تقدر توقعها على اي مجتمع من المجتمعات فهي الغابة البرتقالية هو مجتمع احنا عايشين فيه وده ملخص لي اللي بيحصل فيه بس بطريقة سهلة وملخصة ومن ابوت هنا تقدر تعرف ايه فكرة الغابة البرتقالية واللي سميت بالاسم ده كتاب جميلة جدا في مارك كتاب ان شاء الله اعجبكم